أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير على أهمية اجتماعات المجموعة الوزرية للتنمية الصناعية باعتبارها تمثل آلية مهمة للنهوض بالصناعة المصرية ولحل مشاكلها وخلال ترأسه للاجتماع السابع للمجموعة الوزرية للتنمية الصناعية لفت الوزير إلى رصد المشكلات التي تواجه المستثمرين بعدد من المحافظات وبحلها واتخاذ كافة الإجراءات والآليات الخاصة بدفع عملية التصنيع بتلك المحافظات وخلال الاجتماع تم استعراض مطالب شعبة الإسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات كما تناول اللقاء استعراض الرؤية المستقبلية لتوطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية ومقترحات استدامة هذه الصناعة في مصر